السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مصر رحمة العبد من قناة دروس العالمية اونلاين. ان شاء الله هنكمل مع بعض اللي احنا بدأناه من شرح وحل كتاب جيمل الصف الاول الاعدادي. هناخد النهاردة الجزء التاني والاخير من نروح للعشرة. هيبقى فضل لنا كده فيديوهين ونخلص منها ونبدأ مراجعة ان شاء الله. هنبدأ النهار ده مع اهم كلمات. هنكروا كلمات ونتعرف النقط الصحيح. ونحل على اسئلة. وهنشرح جرامر بالتفصيل. ونحل على اسئلة. ونقول السبب بتاع الحل. وهنتعرف على اسئلة طريقة لحل سؤال المحادثة وسؤال البراكراف اللي معظمنا بالشكل منهم. يلا بنا نبدأ مع اهم الكلمات. اول حاجة عندي طبعا هنا. اكسيدنت. اركيتكت. اركيتكت. ديزاين. الجيهنا سايلانت. ديزاين. درايفرلس كار. درايفرلس كار. درون. درون. شديدكت space wind turbines wind turbines بعد كده cool earthquake heavy reason traditional warm warm بعد كده انواع لمنازل المستديرة igloo yacht circle هنا اخذ الاشكال بلايها shapes circle rectangle rectangular round square triangle triangular triangular بعد كده additional vocabulary مفردات اضافية 3D printer 3D printer buildings buildings dream dream earth interview interview interviewer interviewer مقامل بعد كده look like look like ordinary ordinary petrol presenter 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 safer safer special special listen for around 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 cheaper cheaper few few finally finally furniture furniture large large modern modern quieter quieter suddenly suddenly temperature temperature بعد كده language expression تعبيرات لغوية drive a car يقود سيارة get electricity يحصل على قهرباء make predictions يكون بتنبؤات أو يتنبأ make electricity أو produce electricity يصنع أو ينتج قهرباء keep cool يحافظ على الجو رطب keep work يحافظ على الدف make bread يعد خبزا البروبزيشن حرف الجر موجودة في listen 3 و 4 أول حاجة assign 4 علامة لي charger 4 شاحن لي drive ويجيب وراء اسم الشخص أو شخص معين 2 يوصل الشخص بالسيارة إلى drone 4 post طائرة بدون طيار لتوصيل البريد in the future في المستقبل in what ways بأي طرق on a plane في الطائرة on the moon على سطح القمر thank for يشكر على under the sea تحت البحر welcome to مرحبا بك فيه work on a project 4 يعمل في مشروع لي fall to the ground يقع الأرض in the past في الماضي look out off ينظر من move around يتجول put up pictures يعلق الصور walk through يمشي خلال ناخد بعيكات definitions تعريفات كلمة cool رطب أو بارد a nice temperature دي حرارة لطيفة z that is cold but not too cold بتبع باردة لكنها إليس باردة جدا ليه الراطب عنه driverless car سيارة بدون سائق it's a car that doesn't need a driver هي سيارة التي تحتاج إلى السائق it uses a computer instead وتستخدم الكومبيوتر بدلا من ذلك earthquake when the ground suddenly moves لما الأرض فجأة تهتز space فضاء أو مساحة فارغة an area that you can move around يعني منطقة تقدر تنتقل فيها وتطيع تتحرك فيها يعني warm دافئ a nice temperature that is hot يعني حرارة لطيفة يعني ممكن تكون حار لكن but not too hot لكن لاست حارة جدا لها إيه دافئة مدوسط للحرارة يعني كلمة والمراضة في المضاق كلمة ordinary عادي بتسوي usual بعكسها strange heavy ثقيل أو غزير طبعا عكسها light خفيف warm دافئ بتسوي hot بعكسهم cold أو cool الصف اكسبها لحروف البادئة وإنها اللي بتجي فوله كلمة واخر كلمة driver سائق لما احط لها l-e-s-s بقت driverless بدون سائق electric كهربائي لما احط لها i-t-y بقت electricity كهرباء primed يطبع لما احط لها i-ar بقت printer طبعة tradition تقليد لما احط لها i-l بقت traditional تقليدي بعد كده ناخد language notes ملاحظات لغوية أو كلمة كلمة fast طبعا تنفع سريع كصفة أو بسرعة كظرف my new car is very fast سائرة الجديدة سريعة جدا my little brother walks very fast اخويا السوار بي ايه بيمشي بسرعة جدا طيب rectangle المستطيل rectangular مستطيل الشكل ديها الصفة طبعا can you draw rectangle بسم هل تستطيع ان ترسم مستطيل يا بسم around around buildings هل المباني المستديرة quieter than يعني اهدى من rectangular buildings المباني اللي واخد المستطيل الشكل يوزن هنا ايه ديت ايه صفة rectangular الملحوظة التالتة to زائد الصفة the box was too heavy for me to lift كلمة to t o o معناها جدا جدا لدرجة ان لما تجي معها to التانية to صفة ومصدر ملحوظة الرابعة lots of a lot of اللي اتنين معلوم كثيرا منه بيجوا بالاسم الذي يوعد والاسم الذي لا يوعد there will be lots of solar panels سوف يكون هناك العديد من اللحوات لوحات الطاقة الشمسية تمام ناخد بعد كده نصري دينج في لسون ثري اول حاجة انا بيكلم holidays on the moon يعني ايه اجازة على القمر in twenty eighty سنة الفين وثمانين you want to go to the beach يعني مش هنروح ليه الشاطئ for your holiday عشان الاجازة ليه you will go to the moon هنروح القمر there will be rockets هابه فيه سواريخ طبعا ستليب earth every day تغادر الارض كل يوم and the journey will take only twelve hours ورحلة هتاخد فقط اتناشر ساعة they will be very fast هتبقى سريعة جدا driverless cars هيبقى فيه سيارات برضو بدون سائق in twenty eighty ساعة الفين وثمانين people want to drive a car الناس طبعا مش هتسوا ايه مش هتسوا سيارة we will all have a driverless car هيبقى عندنا كلنا سيارات بدون سائق they will be safe هتبقى اكثر امانا and there won't be any accidents مش هتبقى فيه حوادث students will read a book or watch tv الطلاب هايكرام كتاب او يشاهد التلفاز when a computer on the car بينما كوميوتر اللي في السيارة drives them to school هيوصلهم للايه للمدرسة ما هو بعكده موضوع reading الموجود في lesson 4 round houses around the world يعني المنازل المستديرة حول العالم اول صورة عنده نبقى an igloo in canada لو ايه ده المبنى يعني موجود فين يعني زي كوخ صغير كده من التلج موجود في كندا يعني بقولك منازل كتيرة في الماضي كانت مستديرة دلوقتي حتى في عصرنا دلوقتي بقى فيه مدرسة حديثة او مباني حديثة منازل حديثة برضو مستدير طب لايه الكلام ده طب لايه الكلام ده طبعا دا يرجع لعدة ازبان اول حاجة around the shape means the building is very strong الشكل الدائري ده المستدير المبنى الدائري او المنزل المستدير بيبين المنزل ده قوي this is important when there is an earthquake وده مهم طبعا لما فيه زلزال or in strong winds او في رياح القوية also have snow or rain will fall from the roof كمان طبعا اللي ايه اللي هو جليد السقيل والامطار الغزيرة سوف تسكت ايه من على السطح مش هتتجمع فيه السطح يعني around the house is also easier to keep warm or cool المنزل المستدير سهل انك تعمل له ايه انك تحافظ على الدفئ اللي موجود فيه او تحافظ عليه راتب it's also quieter inside around building وكمان الجواب اهدف المنزل المستدير than a building that is rectangle or square اكتر من المبنى يعني المبنى المستدير فيه هدوء اكتر من المبنى اللي هو المستطيل او المربع finally في النهاية around building uses fewer materials المبنى المستدير بيستخدم ايه يقولك خامات اقل so it's cheaper to make فطبعا ممكن عمله بفلوس قليل يعني بارخيص في العمال يعني it also has more space inside how fantastic وطبعا بيقى فيه داخله ايه بقى الفراغات اللي موجودة فيه تبقى اكتر شوية من المربع وبيقى له من شيء انه رائح how fantastic تمام جيد دلوقتي ما حلها سيلة على الجزء الخاص بكلمات تمام number one we had a party last week and we had lots of لكن عندنا حفلة الاسبوع اللي فات تمام وكان عندنا ايه كتير بقى بدلا عند الحفلة يبقى عندنا ضيوف كتير يبقى جستس تمام letter c جستس ضيوف number two can fly planes millionaire طيرات طبعا اللي هو الطيار اللي هو letter c pilot number three wind do not use the wind to make electricity الرياح اللي هين بقى اللي بتستخدم الرياح كطاقة او عشان نعمل الطاقة القهربية طبعا wind turbines توربينات الرياح number four we put no out panels on a roof to produce electricity using the sun هل بنضع اللوحات شمسية على السطح عشان ننطق كهرباء مستخدمني ليه الشمس يبقى ايه يبقى solar panels letter a تمام number five is an area that you can move around دي اطمنطقة ممكن ايه يعني ننتقل ونتحرك فيها طبعا بيكلم على ايه اللي هو الفراغ او المساح الفضي يعني number six scientists use the sun and wind to not electricity العلماء بيستخدموا من الشمس ورياح عشان ايه عشان ينتقهم كهرباء ايه produce electricity number seven an architect is a person who المهندس المماري هو شخص بيعمل ايه طبعا بيقوم بتصميم المباني يبقى designs buildings letter a number eight اه او رئيان نوات car doesn't use petrol طبعا السيارات اللي هين لا بتسخدمش البترول طبعا بيكلم على السيارات الكهربية يبقى electric car number nine can do many things for us some of them can talk ممكن يعملنا اشياء كتيرة عشاننا ومعظمهم بيقدر ايه يتكلم يبقى انا بتكلم على الانسان اللي هو ايه robots letter a number ten some houses fell to the ground after that بعد المنازل بيقع الارض بعد ايه طبعا بعد زلزال اللي هو ايه earthquake number eleven the not in the summer is higher than in the winter ايه طبعا اللي في الشتاء في الصيف يعتبر اعلى من في الشتاء ايه طبعا بكامع درجة الحرارة يبقى temperature letter a number twelve this is a shape it is a circle ده يعتبر شكل ايه لانه هو دائرة بدا شكل ايه مستدير يبقى around letter a number thirteen how amazing يا لو مش مدهش the not which my uncle sent to me contains a new mobile اللي عم يبعته لي بيحتوي على ايه موبايل جديد موبايل فون يبقى ايه يبقى اللي هو الطرد ايه بقى الطرد ده عبارة عن بيتم ارتاله عن طري البريد في كارتونة مسلا لو حاجة كبيرة يبعتوها في كارتونة بيسموها طرد ما يسموهاش خطاب تمام ناخد بقى الجزء الخاص بجرامر جزء سهلا جدا وبسيط بالنسبة للدرسة الثلاثة الرابعة بيكلم على ازاي نعمل تنبؤات في المستقبل making predictions about future هنستخدم في الموضوع ده كلمة will طبعا will معناها ايه معناها سوفة بنستخدمها عشان نعمل تنبؤات في المستقبل بس خلي بالك بدون دليل يعني ما عنديش دليل على الكلام اللي بقول تنبؤ فقط والقاعدة بتاعتها سهلة جدا ازاي يقول لك فاعل will زي ادل المصدر فاكرين تاني فاعل will زي ادل المصدر will معناها سوفة مثلا there will be electric cars in the future سوف يكون هناك سيارات كارابية في المستقبل she will have a garden on the roof in the future هاي بي عندها حديقة فوق السطح يعني في المستقبل ده لكات جملة مثبتة طبعا ازاي فيها كل اللي هتعملها هتحطه بعد will not او in ابصرفي t مثلا اقول there won't be روبوت طبعا want اختصار لكلمة will not there won't be روبوت teachers in the future لن يكون هناك طبعا ايه انسان آلي او مدرسين آليين في المستقبل in twenty eighty ساعة الفين وتمانين people want to drive a car الناس لم تقوم بقيادة ايه السيارة لو انا هكون سؤال بقى لو هكون سؤال انا عندنا نعمل اسئلة ممكن ابدأ بويل بمعنى هل سوف واجب وراء فعل واجب مصدر ممكن ابدأ بادات استفهم بعد كده واجب فعل واجب مصدر مثلا هل سوف يكون هناك سهرات كارابية في المستقبل كيف سنزب للعمل ساعة الفين وخمسين السؤال بتاع ويل بجاب بيسو ونوع من المقص لكن بالسؤال بتاع هاو بشوف هدية الاسفام عاوز اجاوب بايه وابدأ اجاوب عليك تمام وبرضو في المستقبل نيجي بقى ان نحل اسئلة على الجزء الخاص بجرامر راجع الجرامر كويس قبل ما تحل عشان تقدر تحل معي وقف الفيديو يحل الاسئل وعدك وبعدك هشاغل الفيديو داني عشان تعرف يجبتك صح ولا غلط وعشان تعرف السبب بتاع الحل تبري في التعليقات يبتكام في درجة اللي ايه الجرامر بتاع الدرس التالي والرابع نومر وان هوا كده الاطفال هيتعلموا في المنزل يبقى هم لن يذهبوا اذا ان هنا الصيغة المنفية يبقى وون نومر وان في خلال ايه مئة سنة يعني اعتقد الناس هتعيش اطول في العمر طبعا من دلوقتي يبقى ايه انت عندكش دليل اصلا يبقى ايه يبقى تمام نومر ثري جاي هنا في الاول فبجيب فعل واجيب مصدر المصدر ايه طبعا ها يعني هل هي عندها عضيقة فوق السطح نومر فور اعتقد احنا ايه سوف نكون بعمل ايه تحت البحر طبعا هنا سوف نعيش عشان ناجح المصدر بعد كلمة ويل والمصدر والتصريف اللي هو الفعل بدون اي اضافات نومر فايف اماني سوف تنتقل الى منزل زوجها العام القادم هذا الجود مسلا يبقى انتقل يعني ايه يبقى لانه ويل بيجارها مصدر نومر سيكس اعتقد ان طبعا درونز اللي هي اللي هي الطيارات بدون طيار سوف تنقل ايه بقى طبعا هتحضر لنا الطعام والترض من البريد بالمنازل سالفين وخمسين يبقى ايه يبقى هنا ايه هتبقى عشان طبعا ويل مش موجودة في الايجاب فاجيب نومر سبن what not you were tomorrow ايه اللي انت هتلبسه بكرة خباك بتكلم tomorrow غدا يبقى ايه يبقى ويل تمام لانه لما لقى كلمة tomorrow او نيكس او in the future او انزا السنة في المستقبل بقى جيب ويل تمام نومر ايت how not be tomorrow هو عايز تكلمينه على ايه على الطقس يعني هاو مفروض بعد هاو بقى جيب ويل وقى جيب فاعل يبقى ايه يبقى ويل the weather لترضي number nine do you think هل تعتقد come to the party tomorrow هل تعتقد مني اللي هيجل الحفلة بكرة do you think ايه do you think بعدها هقول ايه he will يبقى letter a تمام هل تعتقد انه هو سوى فيأتي تمام مين فحش اقول will he ليه لان السؤال عندي في الاول do you think هل تعتقد فهجيب بجملة عادية جدا فاعل وبعد كده فاعل مساعد بعد كده read and correct اقرأ وصحح الكلمة التي تعتقد number one there will be احنا هنا يا مصر will be يجو اراها ايه بيجو اراها في المصدر يبقى ايه يبقى be تمام خلها اسمول طبعا عشان ديت ايه مش فاول جم number two no we will ازي اقول لأ نحن سوف سوف ايبقى مفروض تكمل مفيش تكملها يبقى منفعش اقول will اقول ايه اقول won't لاني no بتجمعها السيغة المنفية بتاعت ايه بتاعت will تمام number three ايه بيكلم به يقول له does read study english tomorrow قال له yes she will في الاجابة بقول لي will وجاملا في السؤال بيقول لي tomorrow منفعش ايه اجيب طبعا ايه اجيب will لان ايه ده السؤال number four the journey will took two hours لا احنا قلنا يا مصر will be جوارها مظر يبقى ايه يبقى take number five in the future في المستقبل we will has cities under the sea هيبقى عندنا مدن تحت البحر احنا قلنا will be جوارها مظر يبقى المصدر من هذا هيبقى ايه هيبقى have تمام number six look at those dark clouds in the sky بص للصحب المغيمة في السماء ديات i think it will rain لا منفعش هنا will بقى فاكرنا هتبقى ايه بقى هتبقى it هكتبنا it is هكتب going to ليه يا مصر هنا بقى going to بص احنا قلنا will تيجي للتنبؤ بدون دليل تمام لكن going to am was going to والمصدر تيجي عشان تنبؤ بدليل طفين الدليل هنا انت بقول لك بص للصحب المغيمة مش للصحب المغيمة دليل انه ممكن يسكت انطار تمام يبقى is going to تنبؤ بدليل لكن will تنبؤ بدون دليل بعد كده يقول لك test yourself in twenty minutes اختبار نفسك في عشرين دقيقة طبعا اول سؤال سؤال listening طفعا قبل كده عشان تحلل listening لازم اتعمل ايه اقرأ الاول الاسئلة باختياراتها اللي قدامك قبل ما تحل اي حاجة قبل ما تسمع اي حد يقول لك اي listening ليه انا عايزك تقرأ الاسئلة والتفاصيل والاختيارات وكلام كله اول ما تسمع المصر او المصر اقرأ لك السطور التلات اربع سطور كده هتحل له ان شاء الله كله صح النص موجود في اخر الكتاب ارجع له وحاول اول تقرأ الاول وممكن اي حد يقرأه لك وان شاء الله لو مش هتلاقي مشكلة بازن الله ولو لقيت اي مشكلة كلمني في التعليقات تكتب الافتعالات وهو رضي عليك في اربطة ان شاء الله اول سؤال فابس تجوز شامعين نخلص الوحدة ديت في المستقبل في المستقبل هيبقى في ايه هيطرك ويغدر الارض كل يوم طبعا السواريخ اللي ايه روكتز لطربي في ايه على الطرق بيساعد السائقين طبعا فيه العديد من ايه من الاشارات تمام نمبر ثري to be not means to be in a nice temperature that's hot but not too hot يعني هي ساخنة ولكن ليست ساخنة جدا يبقى ايه يبقى وور مدافئ نمبر ثور in the future في المستقبل driverless cars will be safer and there won't be يعني سايقي الاسيارات اللي يبدون بصن سايق يعني سوف تكون امن ولن يكون هناك ايه اي حوادس يبقى accidents لترضي نمبر فايف أنا اشغال على مشروع دلوقتي ايه صغير عن التكنولوجيا مع اصدقاء يبقى اي ووركت ايه اي ووركت اون تمام نمبر سيكس is a good house for people who have snowy weather all year طبعا ده منزل جيد للناس اللي عندهم طبعا تقس ايه جليدي طول العام طبعا بتكلم على ايه and a glow تمام نمبر سبن in the winter في الشتاء people wear heavy clothes الناس بتلبس ملابس ثقيلة to not warm عشان تحافظ على الدفئ يبقى keep warm نمبر ايت i'm sure find it i saw it a short time ago مرحنا متأكد ان انت ايه هتجدها ليه اصدقائنا انا شفتها من ايه من فترة قصيرة يبقى هنا متأكد ان هاجد الشيء يبقى you will يبقى لقيت وردي تمام نمبر ناين there not be any women in the meeting tomorrow هتقولك ايه خليبقى في ايه ويني بتجي في النفي ما مشين في حاجة مزبت اذا will غلط ده اولو حده غلط فاضل aren't want isn't هون بيكلم فين tomorrow غدا يبقى want letter c نمبر تن ايه بيكلم به سأله سؤال your brother be here soon قال له yes see well ايه وهو سوف يكون ايه بسؤال بادي بايه بادي بwill تمام يبقى ما تلاقي في الاجابة will تجيب will لاقي دو تجيب دو تمام read and correct صحيح الكلمة تحتها خط will you talk to Mr. Wilson I'll no I will ما هي will غلط تبقى ايه اما will not يا اما won't واللي اتنين صح نمبر two will there is electric cars لا ما احنا قلنا will فاعل مصدر والمصدر من ايه هيبقى هيبقى بيه تمام نمبر three they will went on a trip next friday احنا قلنا هم بقولوا هم هيذهبهم يذهب يعني ايه فروت يبقى go طب ليه جيبتو go عشان will be gone رها مصدر والمصدر من وين تيبقى go نمبر four I think we won't need some sugar we don't have any اعتقد ان احنا لن نحتاج الى سكر لان احنا ايه احنا ما عندناش اي سكر طب ازاي مش هنحتاج مفروط يبقى ايه سوف نحتاج يبقى هنا will تمام بعد كده من 80 كلمة عن ايه تنبؤات عن المستقبل طبعا ابدأ اكتب افكار يعني الموضوع مثلا وليكن عن الاختراعات عن شكل الحياة عندك شكل منزلك هتبقى ايه في المستقبل ده كله ابدأ اكتب افكار بالعرب ويبدأ اشتغل عليها ويسيب مسافة من الكلمات زي ما قلنا اولو حرف من جملة كابتال اخر جملة في الصوب خيبات من بجرامر عشان ده كله علي دراجات وخلي خطكيب اواضح موضوع العظهر برضو بيكلمة عن المواصلات في المستقبل بس اكتب خمس جمل برضو وعمل افكار زي ما قلتوا بالضبط تمام ناخد بقى كده هناخد اهم الكلمات ايوهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي بعد كده مفردات اضافية طبعا هنا كلمنا الاول على فريق او فرق قرط القدم قبل هنا ايه بازل اللي هو كان بلعافيه محمد صلاح شيلسي بعد كده المقاولون الاماكن بقى لها البلايسز لندن مونت كلمانجارو سويزر لاند تمام بعد كده اهم الكلمات في لسن سيكس بعد كده language expressions تعبيرات لغوية african footballer of the year يعني افضل لاعب افريقي للعام اللي خدها محمد صلاح ابلي كده move house ينتقل الى منزل جديد ride a bike يركب دراجة start school يبدأ الدراسة the european champions league دوري ابطال اوروبا was born ولده في لسن سيكس اهم التعبيرات draw your ideas يرسم افكارك have fun يمرح make a plan يعد خطة make the ideas work يجعل الافكار قابلة للتنفيذ يعني خلي الافكار تتشغل يعني بالمعنى بلدي بتاعنا prepositions حروف الجر learn to يتعلم an play for يلعب لده compare with يقارن ب in detail بالتفصيل write down يدون on holiday في الاجازة conjugations of regular verbs تصريفات الافعال الغير منتظمة win one one قبل كده ما اسمهاش one اسمها one زي رقم واحد في النط win one one keep kept kept كلمة عكسها والمراضف كلمة climb تساوي لها تصلك تساوي go up يصعد وعكسهم go down famous مشهور تساوي will known معروف وعكسهم unknown غير معروف hope يأمل تساوي wish يتمنى وعكسهم despair يعني ييأس creative مبدع ومبتكر تساوي innovative مبتكر وعكسهم uncreative غير مبتكر الصفكس والبريفكس بقى لها الحرف اللي بتيجي فاول الكلمة وفاخر الكلمة create يبتكر او يبدع لما ضف لها i ve بقى creative مبدع او مبتكر imagine يتخيل لما حطوا لها a t i o n يبقى imagination خيال l-ex لما ضفها كلمة plan اللي معناها سهل او سادة يعني في الالوان وكده لما قول x plan يعني يشرح ناخد بعد كده بقى language notes ملاحظات لغوية اول حاجة هنا يقول لك saying years كراءة الاعوام لما اجي اقرأ مثلا الف وتسعمائة واربعة وثمانين اقولها ازاي ممكن اقول اسمها الرقمين رقمين اقول ازاي ناينتين ايتي فور تمام طب ممكن هنا مثلا لو هنا جايب لي مثلا الف ستة وستين هقول سيكستي سكس طب الف ستمائة وخمسين سيكستين فيفتي تو طب الف تسعمائة واربعين ناينتين فورتي ون طب الفين وسبعة عشر تونتي سبنتين تمام ملحوظة تانية يقول لك بقى ايه عندما ينتهي عام بين الارقام واحد لتسعة ينتقى الصفر خليب لك بقى نط الحرف O يعني يقول لك سيفنتين O9 ناينتين O1 يبقى هما بي الاجيانب بينطاهم الأو اللي زير يعني زي الأو كده تمام طب هنا بيقرأ الرقم المنتهي بزير وزيرو ديات كالتالي يقول لك يعني تلتاشر مية يقول لك اتين هندرد طوانتاشر مية بيبقى كده برضو طيب الفين والفين وعشر بقى العام الفين ده بقول طب الفين وواحد والفين وعشر اقول أين مثلا الفين وخمسة الفين وتمائية ده كل يبقى لك ازيه تقرأ الأرقام الأرقام بقى اللي بعد الفين وعشر ممكن تقول لها بتلقتين ممكن ياقول قبل كده يعني او تمام? بولك خلي بالك ان كلمة يعني مية والف في حالة وجود رقم قبلها لا تجمع. يعني مولش لا. هي لكن لو هي جايفة ولجملة الوحدة من غير رقم قبلها ممكن اجمع. نحن اللي بقى اسئلة على طبعا ايه? اتمنى ان جديتي مثلا تتحسن قريبا. لا تتحدث لاي ايه لا تعرفه. طبعا لاي شخص يبقى ايه? يبقى person. نمبر ثري. زمان. ماما طلبت مني ان اعمل ايه? الراجل اللي لقى بني وانا مروح. يبقى ايه? describe يصف. تمام. نمبر فور. there are many that i can't forget in my life. في ايه كتير مش ممكن ننساها في حياتي. طبعا ايه? احداث مهمة يبقى events. نمبر فايف. each one in class has a or an to do. كل طلب في الفصل او كل واحد في فصل عنده يقوم بيه. عنده مهمة يبقى task لترسي. نمبر سيكس. when i went to buy shoes. لما راح تشرح ازاي? the assistant البائع asked me about my. سألنا عن ايه? طبعا هاي سألنا عن المأس بتاعي يبقى size. نمبر سيبن. the teacher always uses not to help us understand the lesson. مدرس زي ما بيستخدم ايه عشان يساعدنا نفهم الدرس. طبعا بيستخدم diagrams. الاشكال. تمام. نمبر ايت. we went not holiday to the red sea. it was amazing. طبعا اي بقول لك احنا ذهبنا في رحلة اسمها وينت ايه? went on holiday. نمبر ناين. i didn't understand the lesson. so i asked my teacher to not it again. انا ما فهمتش الدرس عشان كده طلبت من المدرس ان هو ايه? طبعا ان هو يشرحه تاني يبقى explain again. يشرح مرة اخرى. نمبر تن. محمد صلاح. left المقاولون and moved switzerland. اسمها ايه? moved to. يعني اول ما ساب المقاولين انتقل الى switzerland في نادل ايه? طبعا نادل بازل السويسري. نمبر 11. my little brother is five years old. يعني اخويا سغير يعني عمره خمس سنوات. he will not school next year. يبقى هو ايه? he will start. هيبدأ بنرسته. تمام. نمبر 12. the teacher always asked us to write any important notes. مدرس طلب منه او دايما بيطلب منه نكتب ايه? يعني يعني يقول لك مذكرات او ايه? ملاحظات مهمة. هو write اسمها write ايه? write down يعني يدون او يسجل. نمبر 13. محمد صلاح one champions league was liverbole in 2019. طبعا نفذ بايه? European champions league. European champions league. اللي ايه الدوري او ابطال ايه? اوروبا زيان بقولهم. تمام? بعد كده ناخد الجزء الخاص بالمهارات. هنكلم هنا على ايه? على مهارة الايه? المحادثة طبعا ال speaking. تمام? انا بقول لك كيفية تمثيل احداث الهمة على خط الزمني. يعني زيان انا ولدت سنة كزا وبدأت المدرسة كزا وتعلمت كزا الكلام دا كون. هناخد المحادثة بتاعته سريعا كده. محادثة بسيطة ما فياش حاجة ان شاء الله. عشان احل محادثة فاكرين كنا بنعمل ايه? بنكتب على يمين كده خطوات تكون السؤال. كانوا كم خطوة. خمس خطوات. او الخطوة دات السفام. فاعل مساعد. فاعل. فاعل. تسأل بسمة عن حياتها. حبيبة تقول لها ايه بها? هلو بسمة. طبعا بسمة هترود على ايه? اكيد طبعا هتقول لها هلو حبيبة. مرحبا يا حبيبة. حبيبة رح تسألها سؤال بسمة قالت لها انا مولدت في تنطة. لما عدت سأل على يعني اين انت ولدت? او امت تولد؟ هنا بطول لها انا حتسأل على ايه? هتسأل طبعا على المكان. المكان أسأل عليه بايه? اسأل بوير طبعا تمام والآيوز تحاول الى فاكرين الآيوز دايما تحاول الى تمام يبقى بعد كده طب ليه ما كدبتش انت انت ما انا بسأل عليها عشان كده ما اكتبش المكان اللي بسأل عليه فحبيبها اللي طلقها بدأت المدرسة بتاعتك انت طبعا كلنا بدينا بدينا المدرسة مثلا تقريبا عندنا ست سنين فممكن لو انت حسبت بقى ارجع بالزمن اللي ورا كده حوال عشر خمسشرة سنة ولا حاجة يمكن اقول ايه مثلا ايه اشترك سكول ان توينتي سهن او ممكن اقولية ايه بقى انه انا بدأت المدرسة سنة الفين وسبعة هنا حبيبة سألت اس وآل تاني فبس ما قلت لها ايه 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 انا تعلمت اذا ارتكبت الدراج يبقى اكيد اتقول لها ايه هل انت تعلمت ارتكب الدراجة اسهل سؤال يا جماعة بتاقي اس ونوك باش يبقى ايه باسقى انوك ولو فيه فايل المساعد بعمل معاصل لا فيش فايل المساعد اجيب من عندي اي ليرنت مش ده ايوة يبقى هبدأ تمام وبعد كده الاي تبقى هرجع للمصدرها يبقى تمام هبقى تلقى متى طب امتى اكيد طبعا ممكن تلقى مسلا من سنتين السنة اللي فاتت اي حاجة فممكن نقول هنا ايه لاصير العام الماضي بعد كده بقى ناخد الجزء الخاص اختبر نفسك في عشرين دقيقة برضو سؤال المحادسة دي ما قلت برضو خطوطك المحادسة اكتبع اليمين ادى تتفاهم فعل مساعد فعل ادساس تكمله وبعد كده اقرأ العنوان اللي انا بظلله دلوقتي معك زي ما انت شايف مهم جدا ان تعرف الموضوع وبقى يبدأ اتكلم ويقرأ المحادسة بالكامل من غير ما تحل وبقى كده اكراها كاما مرة عشان تعرف الايه التفاصيل بتاع المحادسة هنا اقول حاجة بيقول علي اند سالم ارتوكين جابوت محمد صلاح بيكلم عن محمد صلاح فعلي بيقول له ديونو محمد صلاح هو انت اترف محمد صلاح فسلم هيقول له ايه طبعا هيقول له اكيد طبعا فهنا ايه تمام علي قال له هو ايه الرياضة اللي هو بيلعبها يا سلام طبعا بيلعب كرة قدم موضوع سهل جدا فيقول ايه هقول هي وبقى كده تمام وبقى كده ايه فوتبول يبقى هي بلايز ايه فوتبول تمام علي سأل سؤال تاني فسلم قال له وبلعب في انجلترا لصالح مين لصالح لفوربول فبالتالي هسأل على المكان المكان هسأل عليه بايه بكلمة طيب فيه في الاجابة مفيش هاجب من عندي عشان فيه ناقص بكلمة طبعا الفعل ايه هي وبقى كده وبقى كده مسلا ايه ممكن اقول ايه او ما قولش خالص يبقى مثلا قول كلمتنا وكمان مفيش مشكلة يعني اين ايه اين يلعب محمد صلاح تمام علي سأل سؤال الرابع سالم قال له هو فاز بالايه دور الاوروبي ساة الفين و ساعتاشر فانت ممكن تقوله هو فاز بايه فانا اقولها ازاي فطبعا هنا علي قال له فاز بايه ساة الفين و ساعتاشر قال فاز بدور الاوروبي علي قال له هل هو طيب ومتعاون طبعا يبقى ايه هقول هنا ياس تمام ياس وهنا يبقى هي طبعا السؤال بده بايه هكتب بايه يبقى ياس هي اس تمام ناخد ببع كده سؤال اختار نومر ون طبعا انتقلت يبقى ايه يبقى مود وصورة انتقلت الى منزل جديد الفين و خمسطاش نومر تو العام ده ايه احنا سنة كام يعني يبقى تو ثوثا لتربي تمام نوع تجيب اس تمام لاني قبلها رقم نومر ثري العديد من المنازل الافرقية التقليدية تعتبر دائرية في الايه في الشكل يبقى شيب تمام نومر فور المنزل اللي انت بتحلم بيه شكله يشبه ايه نومر فايف هل عندك هنا ايه طبعا فكرة او افكار يعني ازاي نبني المنزل دي بين ايدياز تمام نومر سيكس طبعا مستر وليد علمنا ازاي نخطط ونعمل ايه يعني كتابة ابداعية طبعا دي بتبقى مهمة يبقى يبقى تاسك لتر ايه نومر سيفن طبعا من المهم انك تخطط لمستقبلك يخطط يعني ايه هنا بقولك قبل الساعة ستة ازاي بيكلم في المستقبل يبقى ايه يبقى ويل زي فنش هل هم سوف يمتهم من الوجب بتاعهم قبل الساعة السادسة نومر ناين يبقى اكيد هي هتجوه بعد شوية لانها ما ايه ما تغدادش يبقى يبقى بيه عشان ويل بيجورها مصدر ولكن لو انت طلبت ان اصح مبابا وماما لن يكون عندك ايه مشاكل يبقى ايه هتقول لي وانت واجيب وراء نوت تاني ما تنفعش يبقى تبقى ويل تمام عشان تبقى اكرا اصحة كلمة اللي تحتاخد يعني اختها تبقى مشغولة ساعة ثلاثة فاتصل في الوقت ده طبعا هاتصل زيوها مشغولة المفروض يبقى ايه ان فيها يبقى وونت تمام نومر تو بدل جابل كلمة انزا فيوتشار يبقى ايه اجيب طبعا ويل لشان مستقبل خلي بقى لك ايه لا تعتقد ان هي هتنجح في الانتحان خلي بقى لك المفروض هجيب في المستقبل يبقى يبقى ويل لأول وبعد كده ايه تمام نومر فور لا يا مستر ده مفروض بعد ويل بيجي ايه بيجي وين تمام مزبوط عشان ده المصدر بعد كده اقول لك اكتب بارا جراف من تمانين كلمة عن ايه اكتب افكار زي ما اتفقنا وقلنا كله خطوات كتابة البارا جراف وباكة السؤال الاستماع زي ما قلنا برضو بالطلاب طول ازهر اقرأ السؤال باختيارات وباكة اسمع المدرس هتلاقي الموضوع بسيط جدا احنا كده وصلنا لاخر حلقتنا النهاردة لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك الفيديو وتشارك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات القادمة ان شاء الله كان معكم مصرح ورحمة العبد من قناة دول السعلمية اونلاين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته